الحمد لله المستحق لجميع المحامد والصلاة والسلام على إمام كل راكع وساجد وعلى آله وصحبه وكل عابد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت والله قال له في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تخلق بها وأمر أصحابه أن يتخلق بها خلق الحلم والأناه وقال لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأناه والله جل وعلا يقول في القرآن الكريم والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ويقول لسيدنا رسول الله في القرآن خذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وكان صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث التأني من الله والعجلة من الشيطان بل إنه صلى الله عليه وسلم نعت في التوراة بالحلم وأنه حليم في تصرفاته وأخلاقه من هذا ما ورد في كتب السنة عن سيدنا عبد الله بن سلام قال في سبب إسلام زيد وكان حبرا من أحبار اليهود أنه كان له دين عند رسول الله زيد بن ساعنة رجل حبر من أحبار اليهود له دين عند النبي فجاء إلى رسول الله قبل موعد استحقاق الدين وكان النبي مع جماعة من أصحابه في جنازة فوقف زيد بن سعنة وقال يا محمد ألا تقضيني ديني فلقد علمتكم بني عبد المطلب قوم مطل يعني تماطلون في سداد الدين وإن لي بمخالطتكم علم انظروا إلى هذا الكلام يقوله حبر من أحبار اليهود لسيدنا رسول الله وهو بين أصحابه والصحابة يفدون النبي بالنفس وبالنفيس يفدونه بأرواحهم فإذ بسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عيناه تدورانك الفك المستدير وقال ائذل يا رسول الله أن أضرب عنقه سيدنا عمر يغار على النبي صلى الله عليه وسلم فما كان من سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له لا يا عمر لا أحوجني أنا وهو إلى ما هو أفضل من هذا أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء فقال له النبي يا عمر خذه إلى بيت المال وَأَعْطِهِ مَا لَهُ مِنْ مَالٍ عِنْدَنَا وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ جَزَاءَ مَا رُوَعْتَهُ وفي رواية جزاء ما روعته أن تخوفته يا عمر أعطه ما له وزده عشرين صاعة فأخذه سيدنا عمر وقال يا زيد ما الذي حملك على هذا لماذا فعلت هذا مع رسول الله فقال زيد بن سعنة يا عمر ما من صفة قرأتها في التوراة عن محمد إلا ووجدتها فيه إلا صفتين أنه يسبق حلمه جهلة ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما أما الآن فقد وجدته ما فيه أشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله بخلق الحلم وبخلق كظم الغيظ استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي زيد بن سعنة وهو حبر من أحبار اليهود يصعب أن يدخل في الإسلام إلا باقتناع ويقين يخاطب نسفيه بكل قبح فأصبر على مخاطبته وأصبر على قبحه الإنسان العاقل الفطن الذكي اللبيب يقتدي برسول الله إمام الشافيع رحمه الله لقيه رجل ذات يوم وقال يا إمام ألحيتك هذه أم لحية كلب فكظم غيظه وقال له إن كانت في طاعة الله فلحيتي وإن كانت في معصية الله فلحية الكلب أفضل منها إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت فإن جاوبته فرجت عنه وإن تركته كمدا يموت يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نتعامل مع الناس بحلم وأناه لما جاءه رجل وجبذ النبي جبذة شديدة وكان عليه برد نجراني غليظ الحاشية فقال مر لي من مال الله الذي عندك يا محمد فليس المال لك ولا لأبيك فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء هذه أخلاق رسول الله وهذه أخلاق الإسلام نسأل الله أن يخلقنا وإياكم بخلق الحبيب وأن يزيننا وإياكم بخلق الحلم والأناه اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختاما وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته